السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في نهار جديد وفي جولة جديدة جولتنا اليوم في واحد من البزارات الشعبية الموجودة في مدينة اسطنبول واللي هو بازار رامي أو بازار يوم الاثنين هاد البازار اللي كيكون يوم الاثنين فقط من كل أسبوع في منطقة السلطان أيوب بالجانب الأوروبي من مدينة اسطنبول بالنسبة لطريقة الوصول لهذا السوق شاركتا معاكم في فيديو سابق هنخلي لكم الفيديو في الأعلى وفي صندوق الوصف فبالنسبة لهذا البازار كيتواجد بالقرب من محطة مترورامي يعني طريقة الوصول ليلو سهلة أول ما كتخرجوا من المحطة درامي كتزيد وغم مسافة ديالها خمسة دقائق تقريبا وكتكونوا في وسط هات البازار اللي كي تعتبر من أحسن البازارات اللي موجودة في مدينة اسطنبول بازار اللي واسع بزار فيه الكثير من السلع بأتمينة اللي رخيصة مقارنتا مع الأسواق العادية فهنبدأوا جولتنا داخل هات السوق نشوفوا النوعية الملابيس أو البضائع مملكين هنا والأسعار دياله فقبل ما نبدأوا جولتنا لأول مرة كيشهد القناة ما تنسوا شي تشاركوا وتفعلوا زي الجرس باش يوصلكم كل جديد وخليوا لي لايك وتعليق على هاد الفيديو ونبدأوا على بركاس الله أول حاجة كيينين هات البانطوف هناكي يديروا 8 ليرة 8 ليرة كتتساوي 45 درهم مغربية 4 دولار 4 أورو الأورو الدولار حاليا نفس السعر هادو ديرين 50 ليرة هات البانطوف تهوما ديرين 50 ليرة لكتساوي 28 درهم مغربية ليهي جوج الأورو ونوز أو جوج دولار ونوز هنا كيينين البزاطة مو الصيكان را كي ما كتشوفوا اليوم الجو الريح كان فالحواج كيمشيوا يجو هنا بالنسبة ديكسي كانوا وساطم الأسعاد يالوم كتفاوز على حساب كل موضيل وهنا كيتباعوا الريبيكات وخريسيات كينا موضيلات اللي زوينين وكتارين بالنسبة الريبيكات اللي قصارين كيديروا 150 ليرا اللي كتساوي 90 درهم مغربية تقريبا 8 دولار ونص أو 8 دولار ونص واللي طوالين كيديروا 100 ليرا 100 ليرا كتساوي 110 دراهم اللي هي تقريبا 10 دولار ونص أو 10 دولار ونص كينا هات الخريسيات هادو تاو مزوينين تاو مديرين 150 ليرا فكينا أشكال كتيرة وكينا أنصم اللي كامل سروال والخرسي ديالو كيديروا 150 ليرا اللي كتساوي 150 درهم مغربية 14 دولار ونص أو 14 أورو ونص كينا الحجابات هنا موضيلات كتارين بالنسبة الحجابات كيتباعوا عندهم بالمترو فعلى حساب الموضيل كل موضيل والتمن ديالو هاد البازار صراحة من أحسن البازارات اللي ممكن تزوروها في مدينة إسطنبول فبالنسبة لي من بعد بازار الفاتح وبازار فندق زادة أو بازار الجمعة هذا الثالث أحسن بازار في مدينة إسطنبول بازار اللي كبير بزاف موريح شوارع ديالو وسعين في سلع اللي كتيرة وعاد يعني قريب للأماكن السياحية خصوصا الناس اللي موجودين في لاليلي أكسراي منطقة سلطن أحمد في بيزيد فهد الأماكن كلهم هيجيوا مع هاد البازار اللي قريب كينين هاد القويم جات هادو ديال الكاروشي حاجة اللي زوين بزاف تبديالو مسخون شتويا كيديرو متين ليرا اللي كتتسوي مية وعشرة درهم مغربية اللي هي عشرة الأورو نص أو عشرة دولار ونص كيما قلت لكم الأورو الدولار نفس الشي فهم قلت لكم إما الدولار إما الأورو كينين هان خريصيات جيليات كينين قويم جات شتويا فكينين أشكال كثيرة بالنسبة هاد القويم جات هاد الفوقانيين اللي متروزين هادو كيديرو ميتين وخمسين ليرا اللي كتتسوي مية وخمسين لرهم مغربية 14 أورو ونص فكينين أشكال كثيرة وموضيلات ليزويني متواجد هنا في السوق لألعاب الأطفال كين هاد الفيجامات صيفيين كيديرو مية وخمسين ليرا اللي هي تسعين درهم مغربيات 8 أورو ونص هادو سراول ديرين 40 ليرا هنايا فبالنسبة لها تشيد الريكلة ما هتلقاوه بزاف كين في هذا السوق غي خسكوم يكون عندكم شوية الخاطر باش تقلبوا وطلقوا الحاجة اللي تناسبكم فالسوق ما شاء الله كبير بزاف وفيه أشياء كثيرة ليس أعجبكم كينا هنا لوازيم الحلويات والكيك المولات بالنسبة للجو أرى الجو بارد ليوم صبحت شميشة شوية ولكن راكينا البرد والريح حيث هاد شوفوا بعض الناس لابسين نصكم يعني يسحب لكم مربما عرى حنا في الربيع ولا هاديرا الأيام تشتار جو بارد غا هي أحيانا كتصبح شميشة كينا بعض الناس اللي كتكون داد ديرهم دافية فما عندهم شي مشكل يلبسوا نصكم حنا راكونا لابسين يعني حواج ديال الشيسة كينين هاد صيكان ديرين ستين ليرا اللي كتساوي ثلاثة وثلاثين درهم مغربيات ثلاثة الأورو أو ثلاثة ديال الدولار عندهم موضيلات ليكتارين موضيلات زوينين كينين هاد كبيبطات هادو كيتبعوا علاش كالريكلام هنا اياه كل موضيل تقريبا كتلقوا منه غي حباء أو جوج وغالبا كتلقوا قياس واحد في الموضيل كيما كتشوفو كينه موضيلات كتارين هنا بالنسبة للسعر ديالهم ديرين خمسمية ليرا اللي كتساوي ميتين وتمانين درهم مغربية سبعة وعشرين دولار ونص أو سبعة وعشرين أورو ونص داخل أي بازار كتلقوا واحد القسم اللي كتبع فيه الوجبات الخفيفة كين هنا مجموعة من الوجبات الخفيفة هذا رغيف اللي كيكون معمار إما بالجبن أو بالسبانخ كيعمل خمسة وثلاثين ليرا اللي كتساوي عشرين درهم مغربية دولار فصيلة سعود أو أورو فصيلة سعود فعندهم هنا مجموعة من الوجبات سواء هاد الرغيف أو صندويشات شوار ما كتبع المياه هنا المياه الغازية وهنا المكان اللي كيكلوا فيه الناس كيكونوا عاملين هنا الطبالي والكراسة فمن بعد ما كيشريوا من عندهم كيقلسوا هنا يتناولوا الوجبات ديالهم فانكملوا الجولة ديالنافس وقرامي كيما كتشوفوا فالبازار مريح جدا الشوارع دياله واسعة فيها عدد كبير من الباعة ومن البضائع اللي كتبع هنا والأسعار ديالهم كيما اشتوا معنا أسعار اللي جد جد مناسبة هاد الكاتمات هادو ديالو وليدات صغارين كيديرو ميسين ليرا اللي كتسوي مية وعشر دراهم عشر دل أورو ونوص هاد السيكان هادو ريكلام كيديرو مية ليرا اللي كتسوي سو خمسين درهم مغربية خمسة دل أورو ونوص تقريبا بالنسبة هاد البازار أغلب زوار ديالو هم الأتراك هتلقوا هنا العرب ولكن منيسبة قليلة على عكس مثلا بازار الفاتح أو بازار فندق زادة فهاد البازارات كتلقوا فيهم العرب كتارين بزر هنا هتلقوا العرب ولكن قلالين أغلب زوار هنا يا من السكة الأصليين اللي هم الأسراك فلهذا ما كيكونش عمر هاد البازار بشكل كبير بحل باقي البازارات كينين هنا يا سبادريات موضيلات ليزوينين كين هاد البوطات بالنسبة السبادريات كي عملوا ميتين وخمسين ليرا لكي تسوي مية وخمسين درهم مغربية 14 دولار ونوص كين نموضيلات ليزوينين ونوعيات اللي لا بأس بها من ناحية الجودة ديالا واحد النقطة اللي مهمة ودائما كان ذكرها لكم في الفيديوهات الخاصة بالبازارات الشعبية وهي مسألة الصرف حولوا دائما تصرفوا فلوسكم إذا كانوا عندكم بالأورو أو الدولار حولوهم لليرا قبل ما تجيوا لهذا البازارات لأن في الموحيد البازار غالبا ما كيكونش شي صرف اللي قريب فهتحتاجوا تقلبوا بزاف واتضيعوا وقت طويل بما تلقوا شي صرف فلهذا في الموحيد الفندق ديالكم أكيد كيكونوا صرفين حولوا فلوسكم بالليرا عاد أجيوا اللي هنا باش ما تضيعوا شي وقتكم هالتقم هذا ديالبيجاما ديالوليدات صغار دير السل ليرا اللي كتساوي 33 درهم مغربية 3 دولار او 3 دولار هنا كينا بيجامات بالنسبة للبيجامات كينا مضيلات كتارين توب ديالهم ماشي غلاد بزاف كينا في حل هيدا المبرة الأسعار ديالهم كترى واحد بين 300 و 350 ليرا ف300 ليرا كتساوي 168 درهم مغربية اللي كتساوي 16 أورو اونس او 16 دولار اونس وكينا اللي ديرين 350 ليرا اللي كتساوي 20 درهم مغربية الوصول لكلها ولي هي 19 أورو اونس فكي ما كتشوفوه في الموسط ماشي خفيف وماشي اغلاد كينا هدو سراول ديرين 150 ليرا سراول زوينين ومقاطنين من الداخل ولي كتساوي 90 درهم مغربية اللي هي 8 لأورو اونس هنا كينا الحوايج بركلامك يتبعو فبنسبة هاتشيها تلقوا فيه حاجة اللي زوينة غيكي ما ذكرت لكم في البداية خصو يكون عندكم شوية الخطر باش تقلبوا وتشقلبوا تلقوا أشياء اللي زوينة وبالأسعار ديالهم كتكون رخيصة فالأسواق الشعبية عادة كتكون الأسعار ديالها أرخص من الأسواق العادية فلهذا كتلقوا الأسرة كلهم كيجيوا تتخروا من هنا سواء بالنسبة للخوضة الفواكه أو الملابيس والأحدية والشونات وغيرها بالنسبة للأواني موجودين في هات السوق وبكسرة يعني هتلقوا أشكال وموضيلات كتيرة كينين في حال هادو اللي مزخرفين كينين المقالي القوامل الأواني الفدية والدهبية في حال هاتشي الأطقم اللي كتكون بيضة فكينة يعني خيارات كتيرة من ناحية الأواني كين هذا كيبيع هاد الأطقم في حال التقم اللي يلابس فدائما في أي سوق كيلقها بنفس اللبسة كيلبس هاد اللبسة وكيبيع الحوائج في حاله والجميل في هات السوق أنه السوق اللي كبير وواسع مريح يعني أنتم ما كتقدوا كتقدوا في خطركم كينين هات خلاص هادو ديرين ميات ليرا أو ريبيكات اللي كتسوي 56 درهم مغريبية هالبو ديرين 70 ليرا واللي كتسوي 40 درهم مغريبية فكينة خيارات كتيرة من ناحية الملابس الملابس اللي متوفرة بالبزارة أنتم ما كتشوفوا النوعية ديالة بالنسبة الناس اللي كيبغوا الملابس اللي كتكون راقية في السل ديالة فهاتلقوها في الأسواق في حال سوق لاليلي أو في محمود باشا أو غيرها من الأسواق هنا كينين كذلك الأواني بأشكال ومضيلات متعدة هادو بوشيطات أو لدروسات سواء من المكياج أو الصيكان اللي كيكونوا هيدا خفافين ديرين 35 ليرا فالسعر ديالهم سعر اللي رخيص بالسف 35 ليرا اللي كتب 27 درهم مغربية جودة ديالهم عادية كذلك فانتم ما كتشوفوا السوق شكل ديالهم الداخل فالشوارع دياله واسعين وسوق اللي مريح جدا كنرجعوا كذلك للأواني هنا كين الأواني الدهبية والفضية كين مضيلات الليكتارين وشي حاجات الليزويني لأسعار ديالهم مناسبة جدا فانا نوريكم بعض الأواني ونقول لكم الأسعار ديالهم هنا فهنا كين قسم كبير من الأواني زجاجية في حال هاد بلاطوات هاد الدهبي والنقري هادو ديرين 150 ليرا اللي كتتسعين درهم مغربية 8 دولار ونص أو 8 دولار ونص كينين هاد القريعة هادو دزاج هادو ديرين 3 ليرا 8 ديالهم رخيص كين هاد بلاطوات هادو إما كيمشي تقم أو كتمشي كل البياسة بوحدة فالكبيرة كتدير 100 ليرا ومستة 150 ليرا وصغيرة 100 ليرا الأسعار ديالهم أسعار المناسبة كينين الأطقوم ديال الفناجين طبي صلات فكينين أشياء كتيرة وموضيلة ديالهم كامنين زوينين بالنسبة للأواني بالنسبة للأسعار ركزكون قابلة للمفاوضة فإذا عجبتكم شي حاجة تشطروا في التامر ركين قصوا في التامر عادي خصوصا لكنتو هتاخدوا كتر من حاجة شوفوا لي هاد ديكورات هادو ديالزاج هالزوينين عندو صراحة شي حاجة ليزوينة من ناحية ديال القشيعات هنا كينين هاد البيجامة ديالوليداز ديرين 8 ليرا 8 ليرا اللي كتساوي 45 درهم مغربية اللي هي 4 دورو أو 4 دولار كينين هاد الليباس هادو ديال الدراري صغار ديرين 20 ليرا واللي هي 11 درهم مغربية أورو أو دولار هنا كينين أغشاوات ديال كراسة هادو زوينين وعمليين سعر ديالو مرخيز كيديرو 25 ليرا اللي كتساوي 14 درهم 1 أورو فاصيلة 3 أو 1 دولار فاصيلة 3 وهنا كينين المنطيلة ديال طبالي هادو بلاستيك والجودة ديالو صراحة جودة اللي ممتازة كيجيو غلادين هنا كيبيعوهم بالمتر على حسب كل واحد وشنبغة كيما كتشوفو كينين أشكال كتيرة مضيلة الليزوينين هنا كينين بوشيت ديال تيليفونات بالنسبة الأسواق الأسبوعية هتلقوا فيها أي حاجة تخيلوها أي حاجة تطحلكم على البال ولا ما تطحلكم شي على البال إلا وهتلقوها في هاد الأسواق فكيوفروا جميع السلع واللي يعني مميز أنهم كيوفروها بأسعار لكيسكون رخيصة كينين هنا سراو الجينات اللي واسعين هادو كيديرو 150 ليرا اللي هي 90 درهم مغربية 8 أورو ونص أو 8 دولار ونص كيتبعو هنا الفولار والشيلان ريكلام كيما كتشوفو السعر ديالهم ديرينهم 20 ليرا اللي كتتساوي 11 درهم مغربية 1 دولار أو 1 أورو والأخرين عاملين ب40 ليرا كينين اللي 35 ليرا هنا كينين هاد العباية ديرين 400 ليرا اللي كتتساوي ميسين وعشرين درهم مغربية واللي هي 21 أورو نص أو 21 دولار ونص كينين أشكالات هنا زوينين بالنسبة الناس اللي كي لبسوه الطويل أو المحجبات عموما فكينين أشكال كتيرة وهنا كي تباعوا سراول هادو راكلهم مركرة إذا لحطوا فوقهم ديرين اللافتات كل موضل ديرين للمركة ديالو هناك هنا السجاد أو الزرابي على ريحة طلق هادو حدو الريحة رائعة أنا هنده باش نديرو مع الحويج صراحة الريحة روعة هادو الخزامة 5 دولار 5 دولار 5 دولار هذه ريحة فنه هذه ديالضوو ريحة الليمون ريحة فنين ريحة زوينة عطر ريحة هذه الريحة في الزفية هذه الخزامة عروموا لهم وعندوا تاد خوشيطات بصراحة الريحة في النار هنا هذه العباية 160 ليرة هذه 250 هذا 20.75 بالنسبة على التقاشر كما تشاهدون فيهم مضيلة زوينين 8 ديالهم يديرون 10 ليرة الوحدة وهي 5 دراهم ونصد نصد دولار أو نصد أورو هذا البودية هذه الولاد ديرين 60 ليرة ديال الولاد كبارين اللي هي 33 درهم مغربية 3 دولار أو 3 أورو فكينا أشكال كثيرة بالنسبة له هذه البودية مضيلة زوينين وتوب ديالهم غليض هنا السوق ما كيتبعش فيها غير الملابش ديال الشتاء وخفص الشتاء ولكن كيتبعو حتى الحويش ديال الصيف فدائما في البزارات الشعبية إذا كان فصل الصيفة القوح والشتاء كيتباعو أو العكس هذا كيبيع كسويات اللي زوينين عنده مضيلة كتارين كساوي سواء هيدا ملونين أو لون واحد مضيلة زوينين 8 ديالهم كيديرون 200 ليرة اللي هي 110 درهم مغربية وهذا لقيته كيبيع هذه الحلوة هذي صراحة دقتها جتني عادية جدا لقيت الناس بززاف كيشربوها هنا ما عرفتي شنو سميتا ولكن صور سلكم لكي عرف سميتا يكتبنا التعاليك وإذا كنتم مستمرين معنا تندابا ما تنسوا شيء لأول مرة يشاهد القناة تشاركوا وتفعلوا زال جرس وخليوا لي لايك وتعليق على هذا الفيديو باش يوصل أكبر عدد من الناس ونكملوا جولتنا كما كتشوفوا السوق السوق اللي كبير بزاف وفيه أشياء كثيرة فين هاد البوديات هادو اليدراري طغير ديرين 50 ليرة اللي كتساوي 28 درهم مغربية واللي هي جوج الأورو وفاصيلة سبعة هادو سراول ديال الرجال ديرين 120 ليرة فكينا أشياء كثيرة وأي حاجة طحت لكم على البال إلا وهتلقوها هناك هادو لوازيم الخياطة فكينا كل ما كتعلق بالخياطة والمعدد ديالة فها تلقوهم الحوايج كما كتشوفوا هنا ركي سبعة وعلى شكل ريكلام يعني يخذكم تقلبوا وتشوفوا هنا كذلك الأحدية الرياضية والأحدية الرجالية متوفرة وبشكل كبير داخل هاد السوق فكينا أشياء كثيرة واللي زوينة والأسعار ديالهم أسعار اللي مشجعة فاللي أول مرة كيجيل هاد السوق بالنسبة للسوق رامي ما كانش هذا هو المكان دياله المكان اللي أول دياله كان حدا محطة مترو رامي فأول ما كتخرجوا من المحطة ديال مترو كتلقوا السوق حداكم هادي مدادة باش حولوه لهذا المكان اللي قريب كذلك المحطة فالمساف هادي المشي تقريبا خمسة دقايق ومن أسهل البازارات اللي ممكن توصلوا لهم في مدينة إسطنبول بازار صراحة لي مريح جدا بعكس بزاف البازارات اللي كيكون فيهم مدحاس كتير أو كيكونوا الشوارع اللي فيهم البازار كيكونوا ضيقين فهذا هتحسوا فيه بوحد الراحة وهتسوقوا فيه على خطركم هنا كينين هاد البودياد البنيتات القيصة ديالهم كيكونوا شوية صغارين السعر ديالهم ديرين 25 ليرا اللي كتسوي 14 درهم مغربية دولار فصيلة ثلاثة أو أورو فصيلة ثلاثة هاد الحقائب هادو ديال الجلد النوعية ديالهم ممتازة الأسعر ديالهم كتختلف من موضيل كينا هنال فولار هادا كيبيع قوي مجد صراحة عنده موضيلة اللي فن قالت ديالهم واعر والثمان ديالهم باطل 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 55 ليرا فتمن اللي رخيص بزف 30 درهم تقريبا 30 درهم يعني ثلاثة دولار أو ثلاثة أورو فوحتة من اللي رخيص بزف غي هو ما بقولوشي الطيس كاملين عليها دير فيهم تخفض هادا كيبيع بلاكيور عنده موضيلة زوينين في الحوالق كيبيع أغلبية الحوالق اللي الجودة ديالهم ممتازة ما كيتبدلش عفوا اللون ديالهم فتيبقوا في نفس اللون وخاء تستعملوهم في الماء عنده حتس ناسل ولكن الأغلبية كيبيع الحوالق فشوفوا معي موضيلة اللي زوينين بزف والأهم انهم كيبقوا في اللون ديالهم يعني اللون ديالهم ما كيتغيرش نهائيا للإشارة بالنسبة للناس اللي كيهتموا بالمحتوى الأسواق أو الجوالات في الأسواق الأسبوعية فعمل لكم في القناة قائمة تشغيل خاصة بأسواق مدينة إسطنبول سواء الأسواق الشعبية أو أسواق الجملة فرجعوا لو استبدوا منا إن شاء الله كيما كتشوفوا هنا كيتبعوا هنا الأتواب الملابس الداخلية كينا قسم خاص بالخضر والفواكه داخل هذا السوق ولكن سبق لي صورتكم في أسواق أخرى عليها ما صورتهم شي اليوم وماذا حبيثوا تعرفوا أسعار الخضر وفواكه في إسطنبول فخليوا هذي في التعليق ونعملكم إن شاء الله جولة خاصة في البزارات الشعبية وتعرفوا على الأسعار فيها كانت هذه هي الجولة ديالنا لهذا اليوم بازر رامي واحد من أكبر وأريح وأجمل وزارات مدينة إسطنبول كانت منها أن هالجولة تكون نالت الإعجاب ليلكم كيما كتسمعوا ركن واحدة الريح اللي كتير هاد النهار ما شاء الله وحد الريح اللي قوي كانت منها أنكم تكونوا استمتعتوا بهذا الجولة ونالت الإعجاب ليلكم فاللي باقي ما تشترك شي في القناة تشترك باش يوصلك منها أكل جديد ولكم المشاركين الأوفياء خليوا لايك وتعليق على هذا الفيديو باش يوصلك أكبر عدد من الناس وأستودعكم الله أنت لقوا جولة قادمة إن شاء الله